نيجي بقى للأهل والهلال تعالوا الأول أقول لكم قائمة النادي الأهل اللي لسه يعني أعلنها النادي الأهل منذ لحظات لهذه المواجهة الكبيرة في ختام مبارياته في دور المجموعات الأهل هيواجه الهلال السوداني القائمة شهدت عودة المدافع محمود متولي عشان يدعم خط دفاع النادي الأهل وهيغيب السنائي محمد هاني ومحمد عبد المرعم عن القائمة قائمة النادي الأهل كالتالي حرصة المرمى محمد الشناو وعلي لطفي ومصطفى شبير خط الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعليم معلول وكريم فؤاد في خط الوسط حمدي فاتحي وحسين الشحات وقاليو ديانج وعمر السلية ومحمد مجدي أفشا ومحمد محمود وطهر محمد طهر ولويس مكيسوني واحمد عبدالقادر وفي خط الهجوم هيتواجهت حسام حسن ومحمد شريف وبرسي تاو مبارة مهمة للنادي الأهلي النادي الأهلي بصراحة في دور المجموعات ما قدمش أفضل أداء كان متوقع وأنا هفضل أقول وأعيد وأكرر النادي الأهلي لما يلعب في دورة أبطال أفريقيا وحمل اللقب لمسلمين متتاليين وهو برونزيت كاس العالم لمسلمين متتاليين ماينفعش إبقى هو سبع نقاط وصندون 16 نقطة بعيد أوشي بعيد ماينفعش أبدا لعل إن شاء الله هيكسب بكرة الهلال بإذن الله هيكسب الهلال مافيش خلاف طبعا في الكرة طبعا في الكرة كل شيء وارد ولكن ولكن لازم النادي الأهلي ياخد حذره والأهلي يقدر يكسب كان يكسب الزهاب بالمناسبة كان يقدر الأهلي يكسب الزهاب في السودان بس الأهلي هو اللي فرض في الفوز وانتهت المبارة وقتها بالتعادل صندون زي ما أترككم في صدارة المجموعة ب16 نقطة يلي الأهلي في المركز الثاني بسبع نقاط الهلال في المركز الثالث باربع نقاط والمريخ في المركز الرابع بنفس الرصيد الهلال ما عندوش فرصة للسعود سوى الفوز على النادي الأهلي النادي الأهلي يفوز أو يتعادل النادي الأهلي يفوز أو يتعادل يصعد عن هذه المجموعة في المركز الثاني الهلال كسب الأهلي بكرة ولو 1-0 يصعد هو ويخرج النادي الأهلي وده طبعا إن شاء الله إن شاء الله احتمال مشوارد بإذن الله إن هذه الأهل يحسب المباراة بدري بدري وما يدخلناش في أي حسابات خلال المباراة